اشتركوا في القناة شكرا ربنا خليك مع أن نبدأ النهاردة جولتنا من جريدة الأهرام والخبر بيقول الرئيس رفع معدلات الاستثمار والتجارة مع الصين وإيطاليا دعوة تسيسي لقمة الحزام والطريق والتوسع في الاكتشافات البترولية هنتكلم في هذا الخبر في نطقين التعاون المصري الصيني والتعاون المصري الإيطالي هنتكلم تشوف إزاي التعاون الصيني ما بين مصر والصين في الفترة اللي فاتت خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإقدارية الجديدة وتعاون كبير ومسمر ما بين مصر والصين وآخرها كان مبارح توقيع الاتفاق ودعم بنك صيني لمصر واحد واثنين من عشرة مليار دولار للقطر المقهرب اللي هيمتد من مدينة السلام بالقاهرة وياخد بقى العبور والشروق والعاشر من رمضان إلى أن يصل إلى العاصمة الإدراكة الجديدة أولا بداية في شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والصين تم ترجمة هذه الشراكة في العديد من المشروع زي ما حددتك قلت أنت في العاصمة الإقدارية الجديدة في العديد من المشروعات الصينية الموجودة دي نمرة واحد ما يمكن الأبراج الأبراج وأنت عندك المشروع الكتاري الكهرابي اللي حددتك قلت دعم له قبر واحد واحده ده يعني واخده قرد بواحد واثنين من عشرة مليار دولار كتار كهرابي يعني هنتكلم عنه في تفاصيله لما ييجي تفاصيله نمرة اتنين أنت عندك في مدينة للمنسوجات كبرى هتتعمل في بدر في السادات في منطقة السادات هيبقى فيها شراكة صينية بشكل كبير هيبقى عندك في محور قناة السويس مجموعة من الشراكات الصينية موجودة بشكل كبير أنت عندك مجموعة من المشروعات الكبرى أنت داخل ليه المشروعات الكبرى دي في الصين واحد أنت بتقول أن ده توجه مهم جدا للسياسة المصرية أنت كنت قاعد لسنوات طويلة جدا كل البيض بتاع المصريين كله في السلة الأمريكية أو في سلة الغرب النتيجة إيه؟ النتيجة اللي احنا شفناها أنه مفيش مشروعات صناعية كبرى مفيش كذا مفيش كذا طيب لما بدأ الرئيس السيسي بدأ ينوع مصادر التعاون بين الشرق والغرب دي نمرة واحد دي نمرة اتنين إن عودة لفترة الستينات اللي أنت لما كنت متعاون مع التحديث الفيدي سابقا عملت السد العالي وعملت مشروعات صناعية كبرى وعملت 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 طيب لما في فوق من السبعينات من منتصف السبعينات لحد نهايات عصر مبارك أنت كانت العلاقات مع الشرق تكاد تكون معدومة يعني والعلاقات كلها مع الغرب النتيجة إن احنا كل المصانع اللي كانت موجودة عندنا أو كلها صناعية كبرى وغيره وغيره تم خسخصتها وغيره وغيره طيب العودة تاني إنك أنت ترجع للصين ترجع لروسيا ترجع لشرق أسيا ترجع للهند ترجع لكوريا إنك أنت عملت تنويعة تانية في مصادر التعاون بينك وبين القوى الأقليمية الكبرى طيب النتيجة إيه النتيجة أنت داخل مع روسيا في محطة الضبعة وبعض المشروعات الكبرى داخل محصين في كل هذه المشروعات داخل مع الهند داخل مع كوريا عنده تعاون في البحر المتواصل البحر المتواصل جزء الثاني اللي هنتكلم عليه مع الغرب اللي هو مع إيطاليا لا مش بس مع إيطاليا أنا بتكلم كمان في المحيط القريب الأكتر اليونان وأبرس نحن عاملين يعني تكاتل لا ده جزء تاني في فكرة أنا بكلمك في الشرق بشكل عام أنت لجعت له اللي أنت كنت تغيب عنه بعد كده بدأت تتنوع مصادر قوتك تاني ما بقتش إيطاليا هي فرنسا وإنجلترا وكلام ده لا ده أنت بدأت تتخش مع اليونان وكبرس وإيطاليا وغيره وتعمل شرقات كبرى أنت مع إيطاليا أنت أكبر اكتشافاتك البترولية طبعا نحن نجي عند إيطاليا مع إيطاليا ونعمل عليها تفصيلة لكن أنا بكلمك في الجزء الصيني فيما يخص الجزء الصيني أنت عندك عدة محاور للعلاقات واحد أنت الصين مهتمة بأفريقيا ومهتمة بمشروع طريق الحرير الشعير بين مصر وصين بين معظم دول العالم لأن الصين بتتعامل بتشتغل بهدوء أنها هي القوة القادمة القوة القادمة اللي يلزمها على أرض الواقع يلزمها تعاون على أرض الواقع وتربط مصالح أنت فكرة القوة العسكرية الآن ما بقتش هي الفيصل القوة الاقتصادية هي الفيصل لكن عايزيني يا سوز يسري برضو حركت أكد لنا على أن الصين هي قوة عزمة لكن لا تتعامل مثل قوة عزمة أخرى في التبادل الاقتصادي الكبير أصاده يعني أصاده تبادل سياسي أو فرد رأي سياسي كما يحدث مع أمريكا مع أمريكا وغيره ده اللي أنا قلت لحضرتك اللي أنا قلت لحضرتك أنك أنت وانت بتتعاون مع الشرق ما بيفردش أجندته عليك صحيح أنت زي ما قلت اللي تحجز فيت سابقا ما فردش أجندته عليك وخبال حضرتك في الصين نفس الحضرتك أنت بتتكلم حتى في الصين بتتكلم على مجالات تعاون بتتكلم على طريق الحرير ده أنها تعمل حزام تنمية تعمل طريق تنمية عكس التواجه الأمريكي عكس التواجه الأمريكي بفرض أجندته عليك بفرض أجندته بعض الدولارات الدولارات ويعمل سراعات وأينما توجه لا يأتي بخير هنا المسألة المختلفة أنت دينه من واحد دينه من اتنين الصين رحل أفريقيا وانت 2019 هو رئاسة مصر للمنظمة الأفريقية للمنظمة الوحدة الأفريقية ومصر عادت من جديد لأفريقيا فانت كمان لما بيجي الحوار مع الرئيس السيسي والحوار مع مصر انت بتتعامل مع دولة محورية مهمة جدا في الشرق الأوسط دي نمرة واحد دي نمرة اتنين بوابة أفريقيا دي نمرة ثلاثة الرئيس السيسي هو بيتكلم حتى بدأ يتكلم من فترة مش التنمية في مصر مش تعاون في مصر فقط ولكن التعاون في أفريقيا وده دور مصر دور مصر اللي هي بتحمل الخير للجميع مش بتحمل قوة شر ولا بتحمل قوة هيمنة وغير وانت بتكلم على انك انت تعمل تنمية في أفريقيا انك انت تعمل طريق الحديد ده لما يمتد لما يعمل تعاون بينك ومن أفريقيا نحن أكد ان التنمية في أفريقيا هي مرضودها على الكل وخيرها على الكل تبع على مصر وعلى كل دول أفريقيا لكن الغرب كان يعتقد وما زال هذه العقيدة راسخة عنده أن الصراعات في أفريقيا هي السبيل الوحيد اللي هو موجود علشان يستنزف الموارد ومواد الخام من أفريقيا وده اللي حصل من مئات السنين وما زال مصر على كده لازم مش عاوز أي استقرار يحصل عشان ما يحصلش أن الدول تبدأ تنمي نفسها أنها تبدأ تبص لمواردها الخام ومواردها الخام أفريقيا من أغنى مناطق العالم أنت عندك صراوات متعددة وصراوات مختلفة ومع ذلك الفقر الشديد متفشف الفساد الفقر الشديد الفساد أحيانا إذا كان صناعة محلية أو مظهر محلي فإن الخيوط والخطوط أعتقد أنها بتنتهي في الغرب لأن مصالح الغرب أو مصالح بعض القوى الاستعمارية مش لازم أعمم التعميم ضد العلمية لكن في النهاية مصالحهم بتتقاطع مع أن يبقى في فساد أن يبقى في صراعات أن يبقى في حالات عدم استقرار عشان تظل هذه القوى المستعمرة المصالح السوزيوسري هي موجودة في كله وإحنا كمان بنتعامل بنتعامل بمصالحتك وبنتعامل مع الغرب وبنتعامل مع كله من منطلق المصالح بس هو فيما يسمى ديرت جيم يعني يعني الجيم مش كويس يعني بصحة رتك فهما بيتعاملوا مع أفريقيا بهذا المنطق بصحة رتك مفيش حد ضد مصالح يعني أنا وإنت وإحنا بنلتقي دلوقتي ممكن نلتقي بمصالح لكن أن المصلحة أنك أنت تقتني أو تخليني ضعيف جدا عشان تظل أنت الأقوى وأنك أنت تستنزفني دي مش مصالح صحيح أنا أخذ محرق خبر آخر عشان يمكن أقطلنا في هذا الخبر من اليوم السابع الخبر بيقول قمة مصرية جنوب سودانية بالاتحادية اليوم متحدث رئاسة لليوم السابع تأكيد لحرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان السيسي يتلقى دعوة رسمية من الصين لمشاركة في منتدى الحزام والطريق يمكن ده تكلمنا عنه لكن نتكلم عن القمة المصرية الجنوب السودانية والنهاردة يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس جنوب سوداني النهاردة سلفاكير ومتشوف زي حرك التعاون ما بين مصر والسودان من ناحية ومصر وجنوب السودان من ناحية أخرى بص ده الكلام اللي احنا كنا بنلمس فيه من شوية في فكرة المصالح وفكرة العلاقات انت مش داخل عشان تعمل فورتينة بلغة الشارع أو بتعمل شقاك خلاف انت بتحاول تجمع الغرب سعى ان لفصل جنوب السودان يعني فصل جنوب السودان عن السودان وأجج الصراعات والخلافات بين أبناء الوطن الواحد وبيخطط أيضا علشان يعزل غرب السودان أيضا عشان سياسة تفتيت الدول سياسة تمزيق الدول انت اذا كان الغرب عمل ده ونجح طيب انت دورك ايه بقى كمصر دورك هنا كمصر طبعا استغل فترة من الفترات انت كنت بعيد شوية عن أفريقيا في نهايات من ساعة حدث أسيوبيا واربعه مبارك مصر ابتعدت عن أفريقيا بشكل كبير وبالتالي الساحة طريقت لكل من يريد العبس بأفريقيا وحصل النتيجة احد النتائج اللي هي بتمسنك عرب فصل جنوب السودان عن السودان ودي حالة من حالات التمزيق ومسلسل التمزيق الدول اللي بيعملوا الغرب طيب انت بقى دورك ايه انت دورك والله اذا كان حصل ده طيب الخلاف ما يظلش موجود لفترات طويل لا انا حبدأ اشوف ابناء الوطن الواحد ابدأ اعمل علاقات بينهم اذا كان في شقاق شوية احاول اجمع انت عندك جنوب السودان غاني جدا وغاني جدا بالبترول وغاني جدا بعناصر السر والمعدنية وغيره وغيره لكن كبقيت افريق يعيش حيامة سوية حيامة سوية زي السودان السودان اللي هي المفترض سلت غزاء العالم العربي وممكن تبقى العالم كله فتخيل المظاهرات الاخيرة كانت على رغيف الخبز مش موجود امح يعني الامح في السودان انت لو بدرته كده حيطلع لوحده مش محتاج اي حاجة تخيل تبقى عندهم مجاعة او تبقى عندهم ده المخطط انك تظل الدول العربية دول فقيرة ماشي بس هي في الاخر يا فندم هي ارادة دول وارادة انظمة يعني ما قدرش اقول يعني ما قدرش اقول ان ازاي يكون يعني دولة بحجم السودان عندها مشكلة في الامح دي دولة عندها استعداد تأكل العالم كله انا بقول لحضريرك انا بقول لحضريرك انت فكرة هناك مؤامرة لكن هناك اللي اكبر من المؤامرة الخارجية من يساعد على تنفيذ هذه المؤامرة في الداخل بشكل او باخر سواء كان مواطن متكاسل او مواطن فاسد او انظمة حق لا تسعى الى ان بلادها تبقى بلاد متقل تماما احنا عموما برضو يهمنا ان السودان يبقى طبعا دخولها خبرة لمصر دولة مستقرة السودان شقيق والسودان امتداد استراتيجي المصر اقرب الاقربين مش اقرب الاقربين ده هي مصر يعني انت عارف مصر والسودان يعني كنا فيهم دولة بلد واحدة وما زلنا فنتمنى الاستقرار طبعا لشعب السودان الشقيق من الوطن وعلى صفحة التالتة الخبر بيقول الداخلية القضاء على بقرة ارهابية في العريش ومصر خمسة عناصر تكفرية لازال الارهاب يلهس اعتقد يمكن قدر اقول في انفاسه الاخيرة في منطقة شمال سينة وبالتحديد في العريش يمكن ان احتمل قضاء على خمسة من العناصر التكفرية الارهابية هناك طبعا انت هذه حرب ممتدة والحرب ما بقتش مش في مصر بس انتهى هذه الحرب موجودة في العديد من دول العالم وعملين نشوف هنا وهناك حوادث انت عندك العريش او سينة اللي كانوا عاوزينها تبقى مصرح للعمليات ضد استقرار مصر وتبقى نقطة الاشعال لتفتيت مصر الحمد لله المسائل بدأت تندحر بشكل اساسي لكن ما فيش مانع بين الحين والاخر يبقى فيه عملية انتهى الوقر ده فيه معلومات امنية وصلت ان هناك وقر بيستخبى فيه مجموعة من الارهابيين تم القبض على بعضهم وتم مهاجمة هذا الوقر حصل تبادل لإطلاق الانيران خمسة ماتوا من هذه العناصر التكفيرية المسألة مش كده يعني ده الحادثة البسيطة لكن ما وراء هذه الحادثة ان هناك قوة ما زالت حتى الان تريد النيل من استقرار مصر هتأخذها بثنين هتأخذها هنا حادث في العريش هنا حادث متفرق في زي الحادث المريوطية هنا حادث في أورب كنيسة هنا محاولات لكنها بتتقصر جمحة على إرادة المصريين لأن المصريين من غير إنشاء ومن غير كذا هم عارفين وقت الخطر المصريين بيبقوا في قلب واحد وعلى قلب واحد وجوه قلب واحد وجوه شرنقة واحدة لأن الوطن عندنا غالي قوي طبعا الوطن عندنا يعني بالنسبة لنا إحنا مش حضارات أو مش أبناء حضارة رحل ولا إحنا حضارة زراعية يعني حضارة زراعية يعني مرتبطين بالأرض يعني الأرض زي العرض عندنا زي الشرف عندنا وبالتالي لما الوطن بيتعرض لخطر كل خلافاتنا بالدوب واللي بيزهر وعاديين نقول دي مشاعر يختص بيها الإنسان المصري يعني دي ممكن ما لقاش في الغرب مثلا يعني في الغرب مثلا ممكن الدنيا تتقسم طب خل عندك الحتة دي وهتعانج الحتة دي بشكل بسيط وبشكل وبشكل عادي إحنا عندنا الأرض دي مرتبطة نفسيا بشخصية الإنسان المصري لأنك إنت لما ترجع للتاريخ مصر تقريبا يعني من أقدم الدول المستقرة حدودها يعني إنت لما تيجي تشوف قريطة العالم في الآخر من زمائة السنين مثلا مصر هي المعروفة الحتة دي هي مصر وخبال حررك أمريكا بقى قاعدوا يعملوا حروب علشان يخضوا ده أرض دي ويضموها ويعملوا كيان وغيره دول تانية كانت بلا حدود وبلا كذا وتقسمت المناطق ممطقة هنا وممطقة خارج دول قوة استعمارية وزعت الغنيمة بينهم وبين بعض دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا لكن مصر المسألة مختلفة جدا وبالتالي الوطن عندنا يعني جملة البابا شنودة الشهيرة مصر وطن يسكن فينا وليس وطن نعيش فيه أنا معي خبر آخر من جريدة الجمهورية وعلى صفحتها الأخيرة بيقول تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التنصيق بين الصحة والتنمية المحلية لتوفير الرعاية الطبية اللائقة بالمحافظات زايد تجديد 30% من ماكينات الغسيل الكلوي وتكثيف القواف العلاجية بالقرى الحقيقة يعني اهتمام به في مجال الصحة مختلف بقاله يمكن شهور ومستمر حملة 100 مليون صحة يعني إزالة القوائم على قوائم الانتظار للعمليات تشوف حضرتك كل ده ازاي؟ بص حضرتك بدأنا بدأنا خطوة على الطريق يعني خطوة على الطريق ليست كل الطريق طبعا احنا ما زال حلمي وحلم ناس كتيرة جدا حين يمر اي مواطن مصري على ارض مصر يجد العلاج ويجد الرعاية الصحية على على اكمل مستوى ما بكلمش على خدمة فندقية خمس نجوم لكن انا اللي بكلم يتعمله العملية الجراحية بتاعته ياخد الادوية بتاعته لانه سب في جبين المصريين جميعا ان يبقى فيه بيننا مريض مش قدر يتعالك وان يبقى فيه بيننا مريض مش قدر يتعمل عملية جراحية ما تتعملهش ان يبقى فيه بيننا مريض معهوش فلوس ويدفع تمن عدم قدرته المالية من صحته وعمره دي سب في جبيننا لذلك مبادرة حياة كريمة دي حاجة كويسة جدا انك انت حياة كريمة يعني هي حياة كريمة يعني حياة كريمة انك انت لما تمرد تلاقي علاق لما تكون جعان تلاقي رغيف عيش انك انت ما تكون عاطل تلاقي فرصة عمل انك انت لما ولادك يتعلموا تعليم جيد ممكن اقول حاجة فندم صد اللي حرك بتقوله ده كله هو ده اللي بيخلي المواطن يشعر انهم يعيش في دولة فيخلي فيه ما يسمى بالانتماء الانتماء الانتماء والولاء كمان للبلد الانتماء يحس ان دي بلده يعني المصنين طبعا في كل الاحوال دي بلده ما عمدناش حق ما فيش بلده اعتدنا على حاجة ان المواطن يقعد يشتغل عمر كله والكل اللي يحوشه لغاية ما يطلع معاش يصرفه بعد كده على دوة ده انا عاوز اقولك اللي اكتر يعني انا كان في بعض الاصدقاء من اصحاب المراكز المرموق وطلعوا معاش وحصلت لهم ازمات صحية قعدوا يستلفوا علشان يعملوا اجراء عملية اجراء حي ده لا يليك ده لا يتم ده لابد ان يبقى عندي نظام تأمين صحي شامل يضمن ان اي حد يقع يتعالج دي نمرة واحد دي نمرة اتنين ان حقوق الانسان عندنا زي ما قال الرئيس في بعض الخطط بتاعتها حقوق الانسان مش حرية سياسية فقط لكن حق الانسان في التقليم حق الانسان في الصحة حق الانسان في العمل حق الانسان في السكن دي كلها دي كلها دي الحياة الكريمة ان الانسان يعني الانسان يبقى كريم ازاي يعني ما يمدش ايده ما يمدش ايده ما يمدش ايده يعني ايه ان انا بوفر له فرصة شغل. إن هو يشتغل. إنه هو لو شغال في وظيفة. الراتب بتاعه يكفي إنه يعمل الحياة الكريمة عشان لا يتلقى راشه. لا يمدش إيديه على الحرام. وبالتالي هذه هي مفهوم الحياة الكريمة. نعمل إيه بقى في الحاجات دي؟ على فكرة مصر غنية جدا. مصر غنية أفكار أولادها. المئة مليون دول يعني من نعم ربنا علينا. اللي مش موجودة في العديد من دول العالم. إن ما يقرب من سبعين في المية من قوة مصر وسكان مصر شباب. صحيح. يعني أنت كل القوة الحيوية بتاعتك اللي تخليك تنهض. كلها شباب. يجب استثمارها وضعها في الاعتبار في كل شيء. في كل شيء بفكر فيه. في رؤية المستقبل للبلد. أضعف في اعتباري إن عدد كبير من سكان مصر في مرحلة الشباب. يعني مرحلة شباب يعني إيه؟ يعني أنا ما أعمل مصانع حلقة ناس تشتغل. ما أعمل مزارح حلقة ناس تشتغل. أنت في أوروبا في بعض دول أوروبا الآن بتعاني من شيخوخة وعجز. إن معظم سكانها وصلوا للسبعين سنة. وبالتالي بيحاولوا يستوردوا. إحنا عندنا مشكلة مش في كبر السن. لكن في عجز الأفكار. النهاردة بنشوف بقى كتير جدا من الشباب عايز يختار الأبسط والأسهل. قاعد على توك توك لما يكون مش متعلم. عايز الوظيفة اللي هي قاعد على المكتب اللي أنا متعلم. فكرة إن أنا النهاردة في أوروبا بتلاقي 70 سنة وراكب العجل وراح الشغل. بص حدرتك. يعني قد يكون فيه جزء صح. بس مش كل الصورة. يعني واخبار حدرتك بمعناية. ما فيش حاجة كل. بص حدرتك. أنا أنا يعني أنا هسيبها بحسب اقتصادية تانية. باحتك خالص. تخيل حدرتك كدولة. صرفت على تعليم حدرتك وتعليمي. ها. علشان أخذ باكالوريوس أو أخذ نسانس. صرفت عليها كم؟ أي. وخبار حدرتك. سي صرفت عليها 2 مليون جنيه. طوال مرحلة التعليمية دي. تمام. وخبار حدرتك. طيب. هل يؤكل بعد ما تأخذ مصرف عليك 2 مليون جنيه. وتخرجت أنت دلوقتي من كلية هندسة أو كلية طبق أو كلية علوم أو كلية كذا. تيجي أقول لك مفيش شغل. وروح يشتغل على توك توك. طب ما أنا بالحزبة الاقتصادية البحثة. أنا كدولة رميت 2 مليون جنيه في الأرض. خبار حدرتك. أكمل حدرتك. أكمل حدرتك. سنين أنت كأسرة. أنت صرفت علي ابنك هذه الأموال الطائرة. وبعد كده يجي في الآخر ما لقيش فرصة عمل. المشكلة فين طيب. هقول للمشكلة فين. أنا المشكلة تبدأ أولا من التخطيط لاحتياجات مصر. أنا احتياجات مصر سنة مثلا 2030. أنا محتاج مليون واحد في تخصصاته في هندسة مثلا وهندسة وكذا. أنا محتاج 2 مليون في حاجات فنية. طب في مشكلة حدرتك تاني. حارك مش أخد بالك منها. في مشكلة أن الدولة يعني ما بتصرفش على التعليم أو بتصرف على التعليم بشكل مهضر. يعني شكل مهضر. يعني بشكل تعليم. طلقيني لا. ما بجنيش من وراء. ولا مليم خريج التجارة. لا بيفهم في الحسابات. ولا خريج الهندسة. فهم في الهندسة. ولا خريج ما تزلمش. أنا 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 دلوقتي قلت لك حتى بحسبة اقتصادية. الدولة ضافعت فلوس. رمعت فلوس طوال سنوات عشان تستثمرها في شباب. وبعد كده بيتقالوا. اطلع افتح كشكو اللي اعمل تقطك عشان. عشان كده الدولة ايقانت هذا الأمر. فبالتالي لما جيه وزير التربية والتعليم. يعمل تطوير للتعليم. لما جيه دكتور طارق شوقي. قالك لأ التعليم ده خالص. ده ما ينفعش. أنا هتعامل بمنطق انسف حمامة القديمة. يعني اخد ده كله ارميه. واعمل نظام جديد تماما خالص. ايوة. بس لابد علشان المنظومة تكتمل بقى. انا ده حلم. لكن لابد ان تبقى في مدارس. يعني ما تيجي نظام التابلت. وعاوز يعمل تابلت ونظام الامتحانات الالكترونية. نشجعه. نشجعه. بس لما يعمل كده. والمدارس ما فيهاش شبكة انترنت. طب هي المسألة هتمشي ازاي. واحد. اتنين. لما يتبقى ما لسه لحد الوقت ما وزعتش التابلت على الطلبة وخلاص الترمي التاني. هو قال لك عشان عايزة اطبقت على قلم يومين. عشان اوري الناس فكرة الاوبن بوك الاول. ماشي ماشي. انت ممكن تدخل بالكتاب. وبعد كده لما تدخل بالتابلت الدنيا تبع. ماشي ماشي. نمرة تلاتة. المدرس اللي هو عصب لعملية التعليمية. هل تم تدريبه على ده. لأ. طيب. الطالب حيتعلم ازاي. الطالب هتعلم ازاي. انا لابد ان انا انا على فكرة. مصداقية الرئيس السيسي في وسط الناس ايه. انه هو بيقول عملت كذا ويروح يفتح. صحيح. ما بيقولش ان انا هعمل كذا. انت دلوقتي مصداقية الحكومة على المحك زي الكلام اللي قاله وزير التربية والتعليم. انا هعمل تطوير في اول سنة. قبل ما تقول ان انا هعمل تطوير في اول سنة. ولازم تبقى درست المشروع بالكامل بحيث يبقى على ارض الواقع. ايه. بس هو الراجل برضو ياخد فرصته كاملة. على فكرة انا مش ضد. على فكرة انا مش ضد. بس انا ضد فكرة ان انا اروج لمشروع دون ان تكتمل ادواته. لابد ان انا اعمل ادواتي كاملة. انت على فكرة في مافيا كبيرة جد في وزارة التربية والتعليم وغيره 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 ضد التطوير. انت عندك مثلا مافيا الكتب الخارجية دي. لن تسمح بعملية تطوير. وبالتالي انت لابد انك تعرف ازاي تقضي عليه. اذا هو الراجل كمان مغلوبة. بيحارب. بيحارب في جبهات مختلفة. النهاردة هو بيصطاد. النهاردة فيه واحد بينزل يصطاد في البحر مع الشبكة والالات. وقاعد في المركب عامل كده. وبالات حديثة فبيصطاد. واحد نازل يصطاد بايده. فهو الراجل نازل يصطاد بايده. المعلم غير مدرب بالشكل الكافي. المتعلم دماغه حجرت على نظام تعليمي طلقيني. فانت كنت بتحوله لنظام تكوين. وعشان ما انا بقول لك المعركة صعبة. معركة التنمية صعبة. على فكرة البنى صعبة. الهدم هو اللي سهل. وبالتالي احنا معاه. لكن لابد انك كمل المنظومة بشكل متكامل. تمام. ناخد محركة اخر خبر. احنا طبعا كنتكلمنا عن مشروع القطار الكهرابي. وده حاجة كويسة. ناخد اخر خبر مع حضرتك من جريدة الاخبار. بيقول لجنة عليا برئاسة مدبولة لمتابعة تنظيم كأس الامم الافريقية. نشوف حضرتك ازاي تنظيم هذا الحدث في مصر في يونيو القادم. وكانت مفاجأة سارة وسعيدة لمصر بشكل كبير جدا. مصر تنظم كأس العالم. لان فيها حاجات كتير جدا. نحن نقول ان مصر بتنظم بطولة بهذا الحدث. اولا انت كمصر نظمت قبل كده العديد من المرات. وبالتالي مش جديد علينا ان احنا نستضيف قمة افريقية. لكن في هذا الوقت ليه يعني محاول مهمة جدا. ونقط احنا لابد ان احنا نقف عندها. واحد انت اتهمت بحالة من عدم الاستقرار موجودة في مصر. وبالتالي لما تعمل بطولة قبرة زي البطولة الافريقية. وده من اكبر بطولات يعني تفوق مثلا البطولة الاسيوية مثلا. يعني تكاد تكون هي البطولة اللي بعد اوروبا مثلا بطولة. وبالتالي اما تعمل هذه البطولة في مصر انت بتجيب العالم كله. انظار العالم كله بتيجي دينامها واحد. نمر اتنين. اما تيجي تعملها في الصيف كمان. وخبال حرارة الصيف انت عارف الاوروبيين بيجو دايما في الشتاء. والسياحة عندنا في الشتاء. الصيف الحركة بتبقى العرب بس. والحركة قليلا. فلما تعمل بطولة افريقية قبرة في الصيف. يبقى انت بتجيب سياح. بتعد للموسم الجديد. بتعد للموسم الجديد. وفي نفس الوقت بتستفيد من موسم الصيف. لان كل الدول اللي موجودين دول. كلهم هيجوا بالمشاجعين بتاعهم وغيرهم. نمر التلاتة. انك انت بتعيد انت التوجهات حصلت ان وزيرة التخطيط الدولي. والتعاون الدولي. والاستثمار والمالية. والفلوس. عشان نعيد تنشيط ان المنشآت الرياضية بتاعتنا. يبقى انا بجدد المنشآت الرياضية بتاعت. يبقى انا استفدت بيها. نمر التلاتة. ان في نقطة مهمة جدا. المصريين او الجماهير المصرية غابت كثيرا على الملاعب. على حضور للتشجيع. فدي فرصة ان نعيد حالة الثقة تاني. وجماهير المصرية تعود تاني للمدرجات والملاعب. لانها جاية بتشجع منتخبها القوة. كل الخير لمصر. بشكرك جدا. وكان في خبر نوهنا عنه. بس هقوله كده سريعا. مصر تدخل عصر القطارات الكهربائية. وتوقيع تفقية مع الصين بتمويل واحد واثنين من عشرة مليار دولار. استاذ يسري لو في تلاتين ثانية تحب تقول لنا. هو ده الخبر اللي احنا قلناه ان ده هيبقى قطر سرعيته حوالي. طوله حوالي 67 كيلو. هيربط بين العاصمة الادارية الجديدة. ومصر الجديدة. والسلام. والعاشر. من متداد عدل منصور. القط الرابع. هيربط من متداد عدل منصور. وحيخش على العاشر والسلام. وبعدين يخش على العاصمة الادارية الجديدة. وبالتالي. العبور والشرق والعاشر من رمضان. اذا انت ربطت خطوط المترو القديمة. وخبار حضرتك بالخط التالت والتاني بهذه. الاهم من الخبر. يعني اضافة لهذا الخبر. الخبر بتاع ايني. شركة ايني والتعاون الايطالي. وده في مجال استكشاف البترول والغاز. وبعدين مع ده. انت عملت. نجحت فيه حاجة كبرى. الناس ما خدش بالها فيها. ان انت بتعمل مصر بورصة للغاز والطاقة في الشرق الاصر. وبالتالي انت ضميت ست دول او سبع دول. انت ضميت مصر واليونان وكبرس عادي. ومعاك الاردن وفلسطين وايطاليا. لا. فلسطين. هي اسرائيل مش هتجيب الغاز بتاعها هنا. حاجة تانية. ده تعاون سنائي. لكن انت بتكلم في بورصة تعاون. انت بورصة تعاون فلسطين. فلسطين مع الاردن. مع مصر. مع كذا. فانت هتبقى مصر كمان محور ارتكاز لبيع الغاز والطاقة. عموما يا استاذ يسري. انت حضراك نهيت لنا كده بكم خبر حلوين ومشوقين. يبتدي بيهم يوم جديد. ان خير وتفائل ان شاء الله في مصر في الفترة اللي جاية. شكرا جدا. استاذ يسري السيد الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الجمهورية. نورتنا. بشكرك على تحليل القيم. شكرا جزيلا. وكل سنة وحرك طيب. وكل اخوانا طيبين. امين. ربنا خلينا. ولسه معاكم هنخرج لفاصل ونرجع مع نيافة الحبر الجليل. انبتك لأسقف ديشنا. نتكلم في رحلة عن عيد الغطاص بعد الفاصل. اشتركوا في القناة